اهلا بكم في واحدة من حلقتنا الممتعة دائما دائما النهاردة المعظيف مهم جدا والموضوع مهم جدا بس خلينا اقول لكم انه برضو في حدث مهم اوك في فلسطين الحبيبة اول حالتي ولادة لطفلين من ابوين ولد بتقنية الحال المجاري يعني الله ده حاجة جميلة شوف العلم جميل ازاي الابوين اساسا اتولدوا بالحال المجاري النهاردة الطفلهم موجود في الحياة خلي بالكم انه ده معناها ان احنا وصلنا بقى لمرحلة الاطمئنان التام الى ان الحال المجاري ليس له اي تأثيرات نقدروا عليها ريموت متأخرة التواجد ريموت يعني كلمة في الطب بتخوف الناس جدا الطبيين ريموت كومبليكيشن ايه ريموت كومبليكيشن انه تقنية ما ندرسها على المدى القريب فما نجدش لها اي مضاعفات ولا لها اي مشاكل بس ننتظر على المدى البعيد ايه مشكلة المدى البعيد انه عامل الزمان هنا مهم قوي انك بتنتظر ان الناس دول يكبروا ويبقوا ازواج ويخلفوا فنشوف الاولاد بتاعتهم كاملين ما فهمش اي عيوب خلقية فيش اي مشكلة خالص على المستوى الجيني على المستوى الكرموزومي كل الامور منطبطة يبقى احنا كده ضمننا انه مفيش مضاعفات جاية على الريموت كومبليكيشن المضاعفات على المدى البعيد الناس اللي في الطب يعني اهل الطب عاربين كواس جدا انه دراسة المشكلات او مضاعفات المتطورة على المدى البعيد هي اصعب انواع الدراسات عايزة زمن ودراسة وعايزة متابعة ونحن نحتفظ بالحالات دي كنكتد معانا ونتواصل معاهم والمسألة قد تاخد تلاتين سنة وخمسة وعشرين سنة من المتابعة فالقصة دي مهمة اوة اللي طبعا طالب الشراونة ده سبعة وستين سنة معركة طويلة استمرت تلاتة عقود في سبيل الانجاب تمكن سنة سبعة وتسعين من اجراء عملية الحال المنجاري ورزق بثلاث توائم وهم محمد طالب الشراونة وشقيق ويحيا وده عام تمانية وتسعين وطبعا جي بعد كده والاتنين رزقوا بأولاد طبعيين جدا قصة المهمة دي تخلينا اقول ان سبحان الله العلم بيدي حاجة بفضل ربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى اعتقد انه من منحه انه بيكافئ طالب العلم بيكافئ اللي بيصدق العلم لانه احنا في عالم الاسباب وربنا ادينا المثال لهذا الاسباب انا عايز اقول لكم يعني ناس اللي لسه بتفكر بتقول لك هو الحق المجالي ده يعني مطابق لإرادة ربنا اكيد مطابق لإرادة ربنا لان ربنا سبحانه وتعالى خلالة نعتقد ان احنا عايشين في حياة الاغذ بالاسباب اكبر مثال لكده سيدنا ايشوب عليه السلام لما بتولي لما بدأ يخرج من الابتلاء لما بفكر بقى بعد الصبر انه يسأل ربنا ربنا سبحانه وتعالى امره بانه يضع اركض برجلك هذا مختصن فارد وشراب ما ربنا كان قادر انه يقول لالامر كون فيكون بس هو بين الايوب عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام ولكل البشرية انتو في عالم الاغذ بالاسباب فخدوا بالاسباب ده امر الهي وده مهم جدا من ينكر هذا يوم بيخرج خارج النموس الالهي عكس ما هو معتقد بالعكس ده ما بيمشيش وراء ارادة ربنا اللي بيقولك يا ابني امشي بالاسباب يعني يا عبدي امشي بالاسباب ده كلام ربنا لعباده النهاردة بقى حوار ده ما تلكم ممتع جدا من عقيمة علمية كبيرة واسم كبير في عالم الحق الميجاري وعالم الاخصاب المساعد وفي عالم النساء والتوليد وعلاج العقم أكيد عند الزوجين الاسم الكبير في هذا المجال الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يكون الحق المجهي يعتمد على شخص واحد هل تشوهات الحياة المنوية تلعب ضوء كبير جدا في فشل الحق الميجاري بالذات لما تكون تشوهات في رأس الحياة المنوية تشوهات راحم منها الست الموجودة بيها ومنها نتيجة لتداخلات خاطئة هل الأوراق اللي فيها لهذه الدرجة تؤسلها الحق الميجاري؟ جميع الأوراق اللي فيها يمكن استخدامها الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن استشاري أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب زميل جماعة كيل للمناظر والجراحات المايكروسكوبية بألمانيا وعضو الجماعية الأمريكية للخصوبة والعقم اسباح اللي نروحب بضيف العزيز الدكتور عادل أبو الحسن الاسم الكبير وطبعا استشاري الحق المجهري وأطفال الأنابيب وصحب الدكتور أمراض النساء والتوليد نورتنا وشرفتنا ويعني خطه عزيزة ولو أنه خلاص أنت ما بين اسكندرية والقائرة يعني بقيت نصر أسبوع هنا ونصر أسبوع هناك ولا إيه؟ أنا بشكرها الجديد يا دكتور أيمن يعني مش نصر أسبوع ولا نصر أسبوع هو يومين في القائرة والباية الزوف الإسكندرية دي الأصلي يعني آه طبعا لكنوا حشتونا جدا والله يبقى أن الحياة مودة يعني ده شرف كبيرين نهاردة عندنا الحوار المقسم إلى قسمين مهمين هبدأ الأول بالحق المجهري وأسباب فاشلوس وما نذهب إلى الكيسز الحالات تطبقية فالحق المجهري فيه حاجة مهمة جدا دلوقتي بتواجهنا فيه أسباب فاشل الحق المجهري صحيح أنه فيه كلام متعلق بالمركز مركز الحق المجهري نفسه فيه عجلة متعلقة بالدكتور لكن فيه الأمراض المناعية أو المشاكل الجاز المناعي وأمراض الرحم بتحط نفسها في مقدمة المشاكل صح كده؟ ده صح 100% أولا عشان نقول فشل الحق المجهري هو الحق المجهري فيه ثلاث فيه هرم له ثلاث أطلع رئيسي بوايدة وحيان منوي وبطنطة رحم أي سبب يؤدي إلى خلل في هذه المنظومة في البوايدة أو الحيان منوي أو بطنطة رحم بيؤدي إلى فشل الحق المجهري أو يؤدي إلى الإجهاض المتكررة بعد الحق المجهري وعدم سباة الأجنة في تجويف الرحم بعد إجراء العملية فأسباب كتير جدا فيه أسباب تتعلق بالحيان المنوي سواء كان أسباب تتعلق بالعدد أو بالحركة أو بالتشوهات أو بالDNA المكون الرئيسي في الحيان المنوي أو أسباب تتعلق بالبوايدة سواء كان عضب رضق قليل أو فيه عيب كروموزومية في البوايدات أو يكون فيه تشوهات في شكل البوايدات أو فيه أسباب تتعلق به بيتانطة رحم أو تجويف الرحم أو المكان اللي هتزارع في الأجنة زي ضعف بيتانطة رحم أو تبقى بيتانطة رحم طعيفة جدا أو سمكها مش السمك المطلوب أو شكلها مش شكل المطلوب أو الوظيفة الوظيفة الفيسيولوجية بتاع بيتانطة رحم لاستقبال الأجنة مش موجودة دي أهم حاجة في الموضوع فيه أسباب تشريحية زي الحاجز الرحمي أو التشوهات الخلقية في التجويف الرحم أو الحاجز الرحمي أو اللحمية أو الأورام اللي فيها أو الالتساقات دي كلها كل واحدة بندورها عايزة حلقات منفصل أسباب المناعية اللي هي ما تبقى خافية شوية عن بعض الناس أو بعض الأطباء يعني مهمة أرى في اللي من دول بتاعنا عملت حقن المجهري وما نجحش بوائدة كويسة الأجنة كويسة جدا وعملت مرة ومرتين وثلاثة وما حصلش حمل لازم هنا نفكر على طفل الأسباب المناعية أو الأسباب الكرموزومية وهنا يأتي دور الفحص الوراثي للأجنة أثناء أو بعد إجراء الحقن المجهري هيقفلنا على السبب بالزبط وهالأجنة دي كويسة وده لقى فيها عيوب كرموزومية وده لقى ونقدر ننقل أجنة سليمة وراثيا وذلك بيعزز جدا فرص الحمل بعد إجراء الحقن المجهري أو الأسباب المناعية زي الأجسام المضادة المرجودة في تجويف الرحم أو يعني نقص في بعض الهرمونات أو نقص في بعض المواد اللي بتفرز السيتوكاينز المرجودة في تجويف الرحم تؤدي إلى مرماس الأجنة جوة تجويف الرحم أسباب المناعية بتمثل دور مهم جدا جدا بعد استبعاد كل الأسباب الأخرى التشريحية والفيسيولوجية اللي ممكن تؤثر على سببات الأجنة في الرحم حابب أقول بالرحم تمام إيه الأشياء اللي قد توجد في الرحم وتعيق تنفيذ الحقن المجهري بشكل جيد وهل الفريق العمل المتابع لحقن المجهري بيبقى عنده الدرجة من المتابعة عنده الدرجة من التشخيص إنه يقدر يكتشف هذه الأشياء لأننا بستغرب هل إحنا في 2019 داخلين على 2020 في حالات بتعمل حقن المجهري وتفوت حاجات داخل الرحم اللي أعتقد إنه بيقى واضحة من المتابعين أو من فريق العمل ما يشخصه عشوه وبعد إياس نهارك فريق العمل مهم جدا ينفيش حقن المجهري من ذي فريق عمل فيه فريق عمل خاص بالأخذ الهيستري من المريض عشان يقول لنا بالضبط تاريخ المرضي هو سنه قدقيه واختيار الحالات لها طوابط محددة بداية لعمل التحليل المطلوبة للأشعات سنائيات الأبعاد وسنائيات الأبعاد وربعات الأبعاد والمنزار الرحمي كل ده بيقوم به أو بتحضير له جزء من فريق العمل اللي هو بيستقبل الحالة في الأول ثم بعد كده تحديد البرتوكول المناسب لكل سيدة إن كل سيدة تختلف عن الأخرى في البرتوكول المناسب لها ببرتوكول التنشيط يعني فالسترس نهار صغيرة لها ببرتوكول مخصوص المتوسطي للعمر لهم ببرتوكول مخصوص البوليس بوندر أو الناس اللي هم فوق الثمانية وثلاثين أو ثلاثين سنة لهم ببرتوكول مخصوص ده بيحددوا الاستشاوي اللي هو على رأس فريق العمل يعني بعد كده بيجي بقى الجزء الأهم وهو المعمل المعمل ده موضوع مختلف خالص كل المعامل دلوقتي فيها تقنيات حديثة جدا أو معظم المعامل أو المراكز الكبيرة المعمل بيقوم بأهم من دور وهو اندقاء البوردات الجيدة وحيوانات المناولة الجيدة بأجهزة حديثة جدا ودلوقتي بقى عندنا المعامل معظمها مجهزة بتقنية الكابسول أو الهواء النظيف يعني فبيدي نسبة نجاح عالية جدا في حالة الحقن المجهي كمان الحطنات فيها تقدم جامج جدا في موضوع حطنات اللي موجودة ده معامل الحقن المجهي زي الحطنات اللي هي الحطنات الزاكية وحطنات التل supplements الجاز اللي بتوعدي اليوم الخامس كل دي بتضيف حاجات جديدة جدا وبتزود نسب نجاح الحقن المجهي بعد كده بيجي دور نقل الأجنة أو إرجاع الأجنة ودي تحتاج إلى مهارة عالية جدا وتحتاج أن الطبيب الاستشاري اللي هو على رأس فريق العمل هو لازم يقوم بهذه الخطرة فعلاً لأهم الخطرة في الموضوع ولها أوقات معينة ولها طريقة معينة ولها أساطر معينة ولها تايمينج معين يعني اليوم الثاني أو الثالث أو الخامس أو ممكن تنقل الماريتين دي حاجة جديدة جداً من نعملها دلوقتي بتعزز فرص النجاح أو بتزيد من فرص النجاح زي ما احنا شايفين هنا الفيديو ده ده بيديو رائع جداً عن إزاي بنعمل نقل الأجنة في عمل الحال المجهي بيكون الانتهاء بيجبع الكرة دور المثبتات أو الأدوية في طفرة جداً برضو في موضوع الاخترار الأدوية اللي هي اللي يتينها فيه السابورت اللي بتزود جداً فرص النجاح الحال المجهي في حالات الفشل المتكرر الحال المجهي عظيم إذا نحنا وقفين قدام إنه برضو هل فيه تشخيص المشاكل أصبح ميسر معادش فيه من نهارده حضرتك لك أنا مخدتش بالي الأجهزة كلها متوفاة كله سناء الأبعاد والسلوس الأبعاد ورانين معادش فيه كلمة مخدتش بالي دي معادش فيه لأ خلاص مش مسموح مش مسموح طب هو قولك طب أنا محملتش لي برضو يعني أنا عملت حالة المجهي والدكتور قال لي كل شيء كويس ومرة واثنين ومحصلش حملة هنا يأتي دور فيه شرقين في الحتة دي يعني هحمل تاني عملت حالة المجهي تاني فيه هنا احنا بنحاول ندور على الأسباب ونحله الأسباب دي بنشخصها ياما بالمنزار الرحمي ياما بالمنزار البطني والرحمي مع بعض ياما بالصنار وبقى الأبعاد مفيش حاجة بقى فيه جيد دور الإلهي بقى ما هو في الآخر فيه دور الإلهي إرادة ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعني يعني تيجي الإرادة دي فيه وقت معين في سنة معينة بعد محاولات معينة ممكن تيجي لوحدها واحدة تحمل بعد كل محاولات دي في وجه نحامل طبيعي جدا ونشوفها كتير جدا فلازم نبدي فرصة للإرادة الإلهية ونقامن بها نصور نصور إذا الدكتور كان ثقة إذا المعمل كان بشتغل فيه ثقة والمركز ثقة والعيان متطمن إن الإجراءات تعملت له كلها مظبوطة وبتعمل له على كل خطوة بتعمل توجيه وشرح مفصل إحنا بنعمل إيه وفيه كذا وهنصلح كذا وهنلتهاف في الطنطة رحم هنعمل منظار وهنخد له علاج أو فيه لحمية وشلناها لأ ده فيه انتفاق في قناة فالوب قبل حقا لازم نفصلها من الرحم عشان ما تقصرش على الأجنة بعد النقل الأجنة أو لو فيه بتاع طرح المهاجئ كل ده الطبيب لازم يكون حطه في اعتباره ووعي له جدا ويحضر نفسه كويس ويحضر عينك كويس وما يستعجلش لهو ولا المريض لكن عايز عمل حق المجالي الشهردة مش حاجة اسمها الشهردة في حاجة اسمها تحضير واختيار المريض وعلاج الأسباب اللي ممكن تفشل حق المجالي أولا ثم بعد كده بقى نتكلم في البرتوكول ونتكلم في الأدوية المستخدمة ونتكلم في التنشيط يكون إزاي وكل حال لها بقى تكون مخصوص الورم اللي في البوكيمان البوعبوع بتاع الست والبنت وحتى بس في الحال المجالي هو بوعبوع فاشل الحال المجالي بالزبط الورم اللي في جاه عليه كلام كتير جدا جدا بس احنا النهاردة بنتكلم يعني النهاردة أنا أنصح السيادات اللي ممكن يكون بيسمعها دلوقتي يكتبوا بالورقة أو القلم احنا نقول ايه في هذا الموضوع يعني الورم اللي في بيتشخص سهل جدا حتى بالسناعة سناعة الأبعاد ونقدر نعرف مكانه بالزبط وحجمه وممكن يأثر الحق المجهر ولا لأ فالورم اللي في بطريقة بسيطة جدا لو هو صغير جدا حتى سنطي نص سنطي وجوه تجويفة راحا ده لازم يتشال خلق يعني خلق ما فيهاش ممكن ده صغير ده لازم يتشال هنا في الصورة هنا جوه تجويفة راحا عامل مأثر على التجويفة عامل امبعاج في بطريقة راحا في تجويفة راحا ما نجوه طب انا هعمل حقن مجهر هرجع أجنة ازاي واضح جدا في الصور هنا الورم اللي في مؤثر على التجويف اكد من الحالات بنبدأ حقن مجهري ونفاجأ او تكون بدء برع وجاء تتطمن انه فيه ورم ليفي فيه الجدار نفسه ومؤثر على التجويف ونأجل الإرجاع ونجمد كل الأجنة وبعد كده نعمل عملية بالمنظر ونشر الورم اللي فيه ونرجع أجنة بعد 3 شهور بيبقى النتيجة مذهلة كويسة جدا يعني فالورم اللي فيه ازا كان جوه تجويفة الرحم ايا كان حجمه لازم تتشال فعضة الرحم نفسها لو اكتر من 5 سنتي لازم تتشال لو اقل من 5 سنتي ومش ضغطة على تجويفة الرحم مش لازم لكن لو اقل من 5 سنتي وضغطة على تجويفة الرحم السرق كان من فنس من فوق أو من الجم دي اللازم تتشاب المنظر الورم اللي فيه اللي فيه جدار الرحم من برا ايا كان حجمها ومش واسطة تجويفة الرحم سيبها ونتا من طبع من جيش جنبها خالص فده قصة باختصار وده جايد لاينز كلها تاعت الورم اللي فيه لأن الورم اللي فيه ده حتى تقولك ايه مش مؤثر على تجويفة الرحم وحجمه صغير بس السيتنا بتحملش برده فيه بقى ريموت افكت اللي حركة تتكلم معي فالأول ريموت كومبليكيشن فيه ريموت افكت للورم اللي فيه يعني تأثير متأخر تأثير متأخر إنه هو أحياناً يبقى صغير وفي عضلة الرحم ومش بقى أسر على التجويف لكن بيطلع ويفز بيأسر على حتة اسمها ترانسفورميشن زون ما بين تجويف بطنط الرحم والعضلة نفسها يعمل فيها انقباضات معينة فتطرد الأجنة فلو واحدة عم تحقني مجهاي مرتين ثلاثة أو مناعك وفي عام مليف حتى لو صغير هنا في الحالة دي يفضل إزالته بالمنظر ده بكل ما يتعلق والمناع مليفي باختصار شديد طيب الجهاز الخاص بالمناعة ده كلمة تقلق وخصوصاً في الناس اللي بدأوا يتبحروا في المجال الطبي أول ما تقولهم فيه مشكلة مناعية عنده بيخافوا جداً ليه سببين الناس عنده اعتقاد أنه الأي خلل في المناعة مالوش علاج وارتباط المشاكل المناعية بالكورتزون بيقلق برضه نتيكة أن ثقافة المصريين أن الست اللي هتاخد كورتزون هيحصلها تغيرات كتيرة مورفولوجية هي ما تحبهاش ده تدخن وزني زيت شعرها يزيد في وشاة ده دافل أحلات اللي فيها خلل مناعي عايزين نوف قدام المناعة أولاً موضوع المناعة ده موضوع مشموء خالص وما يخاولش الناس خالص ليه بقى؟ هو في الآخر هنعمل تحليل كتير جداً وتحليل مكلفة جداً للمناعة أركسان مضادة وتي اتش وان وتي اتش تو وانتي فوسفوليبت سينبرومس يعني تحليل هتخشينها مبلغ ضخم جداً بس في الآخر هو بتشخص بيه حاجتين إن مفيش حاجة تانية تمنع مجاح الحالي المجهي وبالتحليل الغالي اللي احنا عملناها دي طب بتحليل طلعت ان هي فيه هنعمل ايه؟ برضو هنالجأ للكروتزون بس هنا الكروتزون بيتاخد بطريقة فنية جداً وبطريقة تدريجية ولازم يتسحب بالتدريج وفيه أدريقة أخرى زي الـ اللي هو حقن اللي هو حقن في الوريد بطريقة معينة أو حاجة اسمها انترا لبت في الوريد برضو بيتحقن انترا في الوريد بعد إرجاع الأجنة كلها حاجات بقى لها علاج فيه حاجات تحدث من كده هيرميرة وحاجات جامدة جداً بس كل الأسباب المناعية بقى لها علاج بس فيه الغالب ببقى فيها عوامل أخرى معها يعني في الغالب ببقى فيه أسباب أخرى مع الأسباب المناعية يجب إحنا أخذ بالنا منها مش هي مبقاش لوحدها دائماً بقى فيها معها حاجة تانية فالتركيز في الحالة والتركيز في الأسباب وإعطاء الأدوية المزبوطة في التوقيتات المزبوطة بيفرق جداً في الأسباب المناعية هروح بقى للسؤال اللي بيفرض نفسه بقوة انه يأظن البعض ان الحقن المجالية عملية آلية فيها تكنولوجيا فالمهارة الطبية فيها بقت محدودة انه أي حد بدون خبرة ما هيقدر يعمل حقن المجالية لأنه زي ما بيقوله هو ما كان مش يشغل نفسه بنفسه هو الحقن المجالية بيعتمد أساساً على الخبرة مش أي حد النهاردة هيطلع ويقام بعمل حقن المجالية لأنه فيه تفاصيل كتير جداً وفيه تكنولوجيا عالية جداً ومن أول خطوات وفيه ووركشوبس كتير جداً بتعمل في حقن أكتر برانش بتعمل فيه ووركشوبس وتدريبات ومؤتمرات هو الحقن المجالية ليه؟ لأنه برانش معقد فيه تفاصيل كتير جداً وفيه فيسيولوجيا على أعلى مستوى فلازم الواحد يكون دارس كويس جداً أناتومي الصفة التشريحية للجهازات المسؤولية للسيد والراجل ولازم يكون دارس فيسيولوجيا كويس جداً وتطبيق الكلام ده على شغله في الحقن المجالي لازم يكون واخد دراسات كتير لازم يكون قمضى وقت كتير جداً في هذه المهنة كمان المعمل لازم يكون على مستوى عالي جداً جداً ولازم فيه فريق عامل زبحاك قلت المعمل مع دكتور الزكورة استشاري الزكورة مع استشاري الحقن المجهاي هم دول اللي بيشكلوا الكور أو النوال لأي مركز ناجح أو أي طبيب ناجح فبالعكس الحقن المجهاي أو تقنية التأخ أو علاقة الأخوة الإنجاب بيحتاج تركيزة عالية جداً وبيحتاج خبرة عالية جداً جداً والتكنولوجيا فيك جامدة جداً لا تنتهي هل سن زوجين بالفعل يلعب دور مهم للزوجين؟ طبعاً أهم حاجة سن زوجين يعني كل ما كان سنها زرايع كل ما نسبة النجاح اتفعت كل ما كان سن زرايع كل ما بقى عندها فرصة يبقى عندها عدد أجنة كتير عدد بوادات كتير ممكن ترجع وعندها أجنة زيادة تجمدها تعمل بها مرة واثنين وثلاثة لكن لو سن متأخر بالعكس هيبقى بوادات قليلة جداً الكواليتي بيعتها قليلة مش هتطلع بأجنة كتير كمان استقبال الرحم لهذه الأجنة بيبقى ضعيف وبالتالي النسبة النجاح بتقل مش عشان كمان عدد بوادات قليلة أو أجنة قليلة عشان استقبال بطنطة الرحم للأجنة بيبقى ضعيف في السن العالي فسن المريض مهم جداً جداً وسن المريض مهم كمان في تجميد البوادات يعني اللي من دول فيه موضوع كبير أرسم تجميد البوادات السيتات يحتفظوا بالبوادات بتاعتهم عشان لو فكروا يأجلوا سن الزواج يبقوا يستخدموا البوادات دي حاجة مهمة جداً إنها بتحتفظ بالكواليتي بتاعت البوادات وهي سنها صغيرة حتى مريض ترجعها وهي كبير في السن شوية اسمها الاحتفاظ بالخصوبة أول عائزة بالله الناس اللي عندهم لقدروا لها كانسر أو حيدة بيقدروا هم يستخدموها بعد ما يتعالجوا من هذه المواضيع فالسن عامل فيصالي في ناجح الحق المجهال مهمة جداً ناس كتير مش فاهمة قيمة الحيوان المنوي في الحق المجهالي إنه يكون جيد الناس عندها يقولك طماشي أنا عارف إن في بوايدة جيدة لكن حيوان منوي جيد ما هو العلاقة الجنسية بتتم كويس وفي حيوان منوية من ناحية العدد ومن ناحية الشكل بان كويس ما هو الحق المجهالي أساني تتعامل علشان الميل فاكتور عشان مشكلة العشان مشكلة الركل فالمشكلة دي مش عدد بس ولا حركة بس ولا تشوارت بس فيه كمان الكرموزوم تحيان المنوي الدين تحيان المنوي فمهم جداً 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 إن الدكتور يكون ملم بمواصفات الحيان المنوي بالصفة التشريحية بتاعته بالحركة بتاعته إزاي يعني بكل تفاصيل اللي حاجة مهمة دي جزء إعساس هو هرم طاعت الله 30% حيوان المنوي 30% بوعدة 30% تنترحم اللي حاجة مهمة جداً السؤال المهم بقى الحالة النفسية الحالة المزاجية الضغوط العصبية يمكن الناس بدأت تفهم تأثير الحالة النفسية على العلاقة الزوجية على السكش والباور يعني أكيد اللي عندك تقابل اللي عندك تقابل ما بتقديش العلاقة بشكل جيد لكن هل تؤثر الحالة النفسية على العملية تبدو مع عملية زي الحالة المجارية؟ 100% صح يعني الحالة النفسية زي ما بتأثر مزاجياً على العلاقة الزوجية بتأثر في نتيجة الحالة المجارية لما هيجي لحد في العادة يقول لي أنا مزاجي مش حالو أو نفسيتي مش مزبوطة بقولها أجل العملية أجل العملية ولازم عندك ثقة في نفسك إن ربنا هيكلمك هتحمل إن شاء الله لأنه برضو الحالة المزاجية أو الحالة النفسية بينتج عنها هرمونات معينة أو ريسبتورز ما بتتأثر بيها بتنعكس على الهرمونات بتنعكس على استقبال هذه الهرمونات بتاعتها اللي موجودة في الراحم في الحاجة مهمة جدا الحالة المزاجية أو الحالة النفسية بتؤثر تأثير مباشر على نجاح عملية الحق المجاري وعشان كده بقي فيه لوقت عندنا حاجة اسمها IVF Support اللي هو السابورت الطبي أو فني أو السابورت النفسي والمعناوي والسابورت المادي اللي عيانين لحق المجاري ده طرد أضلع ده حاجة مهمة جدا جدا السؤال المهم بقى إيه الحالة اللي ينبغي أن إحنا نقول لها ما ينفعكيش حق المجاري لأنه اللي هيقول لها ينفعك حق المجاري ويجري يعتبر جريمة يعتبر تضليل بعد سن معين ما ينفعش نعمل حق المجاري يعني بعد 45 سنة مثلا ما ينفعش نعمل حق المجاري أو لو حد مصير يبقى لازم عايف أنه نسبة المجاح لن تتعدى مثلا نص 1% أو 1% على حسب تحليل ما يتش عنده واحدة مثلا عملت تحليل وتضرب بالجلهاش وتيجي تقول لك أنا أعزم حق المجاهية وفاجأ أنه الرحم بتاعه هتعمل حق المجاهية إزاي وده كده أنا أعزم حق المجاهية واحدة ما عندهاش مبايد فيه كده فيه سندرومز معينة في المبايد تبقى كده أنا أعمل حق المجاهية ما مفيش مبايد أصلا يعني فيه رحم وفيه قنوات فالوب بس ما فيش مبايد تبقى هتجيه وضعت منين بدي منفعش نعمل حق المجاهية واحد ما عندهاش حيارات مناورية في التحليل وكمان عمل في الخسر وعمل منزار وفتح وكل حاجة ما مفيش تبقى قولك يعني أخذ لي ما ينفعش نعمل حق المجاهية أول الله بنسمع كله في العيادات بتقعد والله يا دكتير آيمن أنا أخذ ناريس سيف ما فيه ناس بقول كده والله ما ينفعش مفيش فههم حق المجاهية إزاي بس فيه 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 ناس فيه ناس فيه يجي تحلولك إيه الامتش زيرو ما فيش مخزون مبيض ما فيش مخزون مبيض خالص فيه أسباب تانية أغير إحنا قلناها طبعا فيه أسباب كتير واحدة عملت مثلا سبعتاشر أنا شفت سبعتاشر حق المجاهية وعايز تهم حاجة جديدة ما هي عملت كل حاجة في الدنيا ترتاح بقى لأنه يعني لو فيه من الأدوية اللي بتاخدها ممكن تتأثرها هي نفسيا بعد كده يعني لو فيه حاجة جديدة هنعملها هنعملها لغ بيش حاجة جديدة هيبقى نفس فهي فيه وقت لازم تنصح المريض إن هو يرتاح يعني أحيانا بنقول واحد يردب قضاء ربنا وهو ربنا فيه ناس عملت سبعتاشر واحد وعشرين مرة عملية حق المجاهية وربنا ما قردش وعلى فكرة ما فيش سبب هو الله وإحنا بنتكلم عن إلحان المجاري القصص دايماً أو الكيسز هي اللي بتفرض نفسها بتفرض نفسها القصة القصة لها قيمة ودايماً لغة الناس تختلف عن لغة الأطباء ليهم منطوق في المشاكل صحيح إن إحنا بنحاول إحنا نطرح هذه المشكلات بطريقة معينة لكن خليني النهاردة نطرح مشكلات عديدة بس في صورة كيسز في صورة روايات الكيس الأول بتقولك أنا سيدة عمري أربعة وعشرين سنة مهم قوي بقى السن وملاحظ إن بص أنا رجعت كل الكيسة وكلهم إلين سنه؟ يعني إحنا عندنا 24 و 27 و 30 و واحدة مش جايبة كيسز و 38 و 27 دي كل كيسز كل دو جود و إسبوندر طب كويس يعني إحنا من ناحية السن معادة واحدة أهي 38 أهي يا سوزن ما جبتيش سنة كيسز أربعة وعشرين بتقول هي متزوجها من سنة ونص لم أرزق بأطفال كانت بتعاني من قلة الدورة الشهرية قولي جومنورية وعدم انتظامنا وكسرة شعر وكسرة صور الشعر وانتفاخ شديد في البطن وألام في السادي فما الحل وما هي طرق العلق خلي بالكو الكيس دي مهمة في التشخيص على مستوى البطنة والنسب لأن هي ممكن تيجي لدكتور بطنة بنفس الأعراض انتفاخ ألام في السادي شعر زيادة طولا واحدا بسيو بسيو هيرزو تهزن بالنسبة للبطنة بسيو بسيو؟ بسيو برضو واختبال حضرتك فهي دي قولا واحدا بسيو تكايس مبايد على طول تكايس مبايد دي لها جايد لاينز مهمة جدا دي فيها نفس الأعراض بالزبط كده لازم تبقى واخد بالك كويس قوي ان هي هتعمل تحاليل تاني يوم تدور عشان تؤكد تشخيص تكايس مبايد والتحالي دي خريطة هرمونية معروفة ام اتش اف اس اتش الاتش براتن اي تو والتيستستورون اندرجنز كلها والداهياء والسيكس هرمون بايند انجلوبلين كلهم لازم يتعملوا تاني يوم تدور بعد كده بنتأكد ان التشخيص ده مزبوط وهو تكايس مبايد بنبدأ نتعامل معاه بالجايد لاينز اللي هو ايه الجايد لاينز انها لازم تاخد ميت فورمن 16 اسبوع لازم تقلل وزنها 10% لازم تقلل وزنها 10% لازم تدرع بيرادة كل يوم نص ساعة 30 ديار كل يوم او 250 ديار كل اسبوع ولازم تاخد ادوية تنظم لها الدورة الشهرية في ادوية كتير غير هرمونية وفي ادوية هرمونية كل حالة على حسب حالتها فده حيات الكايس مبايد تختلف بقى العلاج لو كانت أنيسة او لو كانت متزوجة لو كانت أنيسة لاها علاج ولو كانت متزوجة زي الحالة اللي معنا بتاخد اول تنشيط بأقراس لمدة 3 شهور ما كانش بتاخد أقراس مع حقن لترى شهور تانيين ما كانش بتزود الحقن بحقن بس ترى شهور يعني 9 شهور تنشيط ده البروتوكول بتاعها ما حملتش بترجع بعد كده الترقاح الصناعي ما حملتش بترقاح الصناعي بتعمل حق نجهة ده باختصار شديد موضوع التكاسب التكاسب تاع الحالة دي اه بتاع الحالة دي برضو التكاسب ببايد حجم انتشاره قد دي لأنه الحقيقة بقى منتشر جداً نظراً العادات السريعة في الأكر بقى منتشر زاد يعني هو أساساً كان منتشر كان منتشر بس زاد أو في البنات اللي هم مالتين اجرز للاستخدامات العادات الخاطئة في الوجبات السريعة مش عايزة تسمى أسامي يعني لكن كل الوجبات اللي هي الفاست فودز يعني كلها مليانة هرومينات كلها مليانة استروجينز عليها الاكسار من الفراخ اللي 들고 ، الأحيات الذى هي الم الغدى وهي الوыпcture والعادات اللي فهم هرومينات والشبسيات وكلمة كله اللي هم عايشين عليها كل البنات اللي بيشتغلوا حتى في الشغل طول النهارة عاديين بيشتغلوا وبياكلوا حاجات مني. دي كالسة كبرى. الحالة التانية بتقول انها حامل عمرها سبع عشرين سنة وأجهضت من أربع شهور بسبب الحمل خارج الرحم. هي دلوقتي حامل بس هي من أربع شهور أجهضت بسبب اكتوبك بريجنسي. ازاي يعرف ازا كان حاملي خارج الرحم او داخله للوحد؟ اه ده سؤال مهم جدا حضرتك. ازاي يعرف ازا كان حاملة خارج الرحم او هيبقى خارج الرحم؟ ده من أول زيارة عرفت انها حامل بتعمل تحليل كوانتيته في بيتا اتشي سي جي. تحليل حاملة رقم وتعيده بعد 48 ساعة. ازا الهرمون الدبل هي تتطمن جدا مش يكون خارج الرحم. او لو معدل الزيادة بعد 48 ساعة 66% فيما فوق تتطمن ان شاء الله ما يكونش خارج الرحم. اقل من 66% او ستيشنة او سيبت زي ما هو او بي ال يبقى هنا في مشكلة. طب نفصلها اكتر؟ يعني انا انا عملت الترا ساوند ما لقيتش الستيشنة ساك او كيس الحامل الجوه الرحم. والهرمون ما زادش بالطريقة انا عايزها بس بشرط ان انا ما شوفش كيس الحامل الجوه الرحم. افكر اعطوه في الحامل الخارج الرحم. الحامل الخارج الرحم بيبقى غالبا 90% في قناة فالوب. نتيجة الالتهابات او صفة تشريحية مش مزبوطة. هنا في الفيديو بيبين يعني جدا ازاي بيحصل الحامل منه بيجرع شيرقح البوايدة في قناة فالوب. والمفروض بعد كده ان هو بعد ما يلقح البوايدة يرجع بيها تاني مسافة لمدة خمس تاني عشان يخش ينغمس فيه تجويف الرحم. قناة فالوب هي المكان الرئيسي للحامل الخارج الرحم. وبالتالي بيقدر اعرف بالسنار سناء الابعاد او سلاسة الابعاد او بالدوبلا الحامل الخارج الرحم فين بالزبط. وقدر اتعامل معها بسرعة جدا. احيانا من غير ما اثر على قناة فالوب. واحيانا بستاصل قناة فالوب على حسب هي اتهتكت فيه نزيف داخلي. العيانة استيبول. العيانة انستيبول. يعني العيانة هيموديناميكا الاستيبول ولا لقا. يعني تحريبتها كويسة. مجلوبينها كويسة. ما نزيفتش كتير. هقدر اتعامل مع قناة فالوب. واخش بالمنزار واشيل الحامل الخارج الرحم. وحافظ على قناة فالوب. ده عيانة مش مزبوطة او دخلة في شك او دخلة في صدمة او غيبوبة. لازم اخش بسرعة واقفل قناة فالوب. واقفل الشران اللي بيرازيها وممكن استعاصلها واعتمد على قناة تانية. يا جماعة يا حامل الخارج الرحم ده يعني. انت عندك بويضة وحيوان المنوي. عريس وعروس. المفروض هيعمله فرح في قاعد فرح. لازم يعودوا في كوشة اللي هي الرحم. هي الرحم. يدخلوا يعودوا في قاعة الفرح جوه. لو انت جيت لقيت عريس وعروسها باخوهم خفيف شوية. قاعدين في الجراج العربيات. قاعدين برا. عملين حفلة بتاعتهم قاعدين في المدخل بتاع الفندو قاعدين. طب يا جماعة تخلوا تعودوا في القاعة عابدت. قاعدين هم. والناس طب ما انت كده ما انت باز الفرح. باز الفرح. بزبط انت شبيه دقيق جدا. كمان الحامل الخارج الرحم مش في قاعدة فلوك بس. ممكن يحصل في الممارة قد. محبا عم وابد. باش يمع عدو بقى في الممارة. ممارة اه. يمع عدو في الممارة بقى. اه. يمع عدو في اي حتة. هم مش عايزين يروحوا عدو في القاعة. في مشكلة مع الام. بس هم لازم يكون الدكتور. ميندد بالحمل الخارج الرحم عشان يشخصه. اه. نازم يكون هو بيكشف على حالة اول مرة وعي عايف انه هيبص على ايه بالزبط ويستبعد ايه بالزبط دي حاجة مهمة جدا حالة اللي جاية بقى حالة لا مؤقتة شوية بتقولك انا عمري 30 سنة متزوجة من 5 سنوات حملت مرتين قبل كده وعلى الشهر ونص يوقف النبط ويحصل ايه حد هو السبب ايه وزاية جنب ده طبعا مش زاية جنب ده ده رعب دي سرومبوفيليا على طول دكتو ايه سرومبوفيليا سرومبوفيليا ايه بقى السنة اللي هي بنسمها في اللغة الطبية العوامل اللي بتزيد تجلط الدم في الاوعية دموية انتيفوسفوليبسيندوم لها دي طبعا عشان دي ايه اللي سبت اسابيع فغالبا هتطلع بوستف موجب يعني انتيفوسفوليبسيندوم هتطلع موجب اللي هي التحاليل بتاعة الحالة معينة حالة معينة في السيستيمي كلوبس طبعا في السيستيمي كلوبس اه يوجد ديالتات فيه 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 تحاليل صوفيستيكيتد جدا بتشخيص الحالة دي ولما بتتشخص بتتعالج كويس جدا بس العلاج مش ان انا ادي حقا سيولة وخلاص او اسبيرين وخلاص لا هو لازم حقا السيولة هتتتاخد بنوع معين بتركيز معين بمدة معينة فور طول الحمل ويقف قبل الولادة 24 ساعة وعايزها منطبع دقيقة جدا وبطبعا بيتاخد معها حاجات تانية يعني 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 علاجها مش ادي حقا سيولة فقط معها كورتوزونيات ومعها انت بقيتك سوء معها مسبتات قوية جدا من انواع معينة ومعها يعني الحاجات تزيد تضافق الدم في الرحم معها سوال كتير ومعها نيوترشا بطريقة معينة تغذية بطريقة معينة وبتتبع كل اسبوعين مش كل شهر زي بقيت الحوامل لازم انطبع دقيقة وتحاليل مهمة جدا تحاليل تجلط الدم يعني حاجات كتير جدا وبتمشي كأنها high risk perignancy يعني الحمل عالي الخطور لان الحصولات جاد ماريتين دي عندها تروم عندها صدمة خايفة تحمل ده يحسر كده تاني فمحتاجها support بقى طبي حد يكون فاهم كراس جدا في الأدوية وفي جرعاتها وفي تشخيص الحالة بالزبط ويكمل معها ازاي لانه احيانا انت بتعالج الحالة وفاجأة انها اختفت وكادك بعتها طبع شوار عندها مشكلة تانية من اوهم من كده اللي جاية دي بقى حاجة مهمة قوي بتقول هي متزوجة من ستاتين ما حصلش حمل روح لدكاترة كتير قالوا مفيش مشكلة تمنع الحمل الدورة الشرية المنتظمة الاوضاع الطبيعية الحل ايه هل ممكن اخد هقن تطشيط للتبويض لحدوث الحمل ولا لأ ومش جايبة سيلة سنة ده السن هنا عامل فيصالي في الموضوع اه للأسف ليه بقى عامل فيصالي لانه هو السن يعني يعني الاحبارات تعلم جيدا انه كل مكان السن صغير كل مكان الحمل الطبيعي كمان بقى احسن نسبة الحمل الطبيعي واحدة عندها عشرين وخمسة وعشرين سنة ستين الى سبعين في المائة اه في الحال انه ما جاءنا اسف مش الحمل الطبيعي من الخمسة وعشرين لتلاتين بينزل الاربعين وخمسة وعشرين في المائة فوق 35-40 سنة منزل 25% فوق ال40 سنة بقى 15% فالسن ده عامل في صالف الموضوع فاذا هي ما قالتش سنها مش عاقل لازم نعرف سنها ايه كمان المنشطات لها طريقة تبدأها ازاي يعني كل واحدة ينفع معها الاراس او ينفع معها حقا او الاراس وحقا او ما ينفعش معها خالص تبقى الناتش رسايكل بس فلازم نعرف مخزون التبوض عندها قد ايه تحليل هرموناتها عاملة ازاي انا بيبها سلكة ولا مش سلكة فيها لتسقراتها ما فيهاش بتانت راح ما عندها كويسة ولا لأ يعني كل ده مهم فلازم تقييم دقيق للحالة من حيث حاجة ده الحالة ما نريد تعجزها قدرته على التخصيب كويس ولا لأ كل ده لو قدرنا نعرفه نقدر نشخص نقدر ندي العلاج المزبوط الحالة اللي جاية بتقول انا عندي 38 سنة متجوازة من 10 سنين لم يحدث حمل وعمل التحقن مجالي قبل كده مرتين وفشل ايه هي طرق العلاج وممكن لالجأ ليها عشان عايزة يحصل حمل تحديدا السن فت كتير و38 احنا بقنا ريسك اه هو هنا السن برضو 38 ده بوردرلين ولا نقدر نقول ان هو عالي قوي ولا قليل بس اند اوف زي دي هي عاملت مرتين وما نجحش هل نوعية الاجنة كانت جيدة يعني نقلت اجنة درجة اولى في المرتين وده ده مهم جدا لان هي لو الاجنة جيدة يبقى المشكلة في تنترحم لازم تبحث كويس جدا قبل ما تعمل حق المجاهية تاني على تنترحم تطمن شكلها تشريحيا كويس ولا لأ وفيسيولوجيا الوظيفة بتاعتها على استقبال الاجنة والانغماس الاجنة كويسة ولا لأ وده بنقدر نعرفها بحاجات كتير قوي بالسنار سناء الابعاد والسناء الابعاد والساس الابعاد وبالمنزار الرحم واخذ عينة من الرحم في وقت معين وده بنعرف اثناء المنزار ولازم تتطمن كمان انه يعني البرتوكول بتاعك كان مزبوط ولا لأ ولازم تتحضر كويس جدا قبل ما تقدم على الخضوة تيديني اللي لو عملت تالت مرة يعني هتبقى مهمة قوي قوي انها تنجح يعني لازم تكون هي عرفت السبب فين طبعا لو ما عرفتش السبب وعمت التقنيات الحديثة وانا رأيي تتركز التقنيات كلها في بطنة الرحم لو قدرنا نعرف اندوميتر سبتيفتا ايه لو ايه 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 اتكلمنا عليه لو تفتك حراك زمان نقدر نفحص الجينات بتاعت بطنة الرحم لهم حوالي استقبالية الجينات وبطنة الرحم ليه الجنين امتى بالزبط اليوم التاني ولا اليوم التالت ولا اليوم الخامس ودلوقتي بنعمل حاجة جديدة في نقل اجلنا هنواجه على اجلنا مرتين اللي هو في اليوم التالت واليوم الخامس ده احسن حاجة بيوزيد جدا يعني احنا عملنا دراسة على الموضوع ده عندنا حوالي من سبع عشر حالات كلهم حملوا معادي حالة واحدة وكلهم بيفيس فيلي قبل كده السبع مرات واللي سبع عتاشر مره واللي احداشر مره واللي عشر مره كلهم استفادوا من الحكاية دي بس بشرط ان يكون اجلنا في المحاولات السابقة الدرجة اولى اجلنا زاد جودة عالية جدا يبقى لازم نركز في الضلع التالت من الهارم هو بتانة الرحم وده موضوع مهم جدا 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 ومش اي حد يفهم فيه كويس يعني لازم حد يكون دايس الاستقبالية 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 وكذا اختبار وكذا تحليل وكذا فحوصات تتعمل لهذا الموضوع حتى لو اجلت ارجاع الاجنة يعني لو انت مش متأكد جامد الاجنة كلها لحد ما ترقى متأكد ان التانة الرحم تريبل ليا شكلها التشريح كويس جدا السمك كويس جدا الوظيفة الفسيولوجية بتاعتها الاجنة كويسة الحالة الجاية دي حالة مهمة برضو ودي حالة بقى كلاسيكية بتاعت المشاكل الحقن المجهالي 27 سنة متزوجة من 6 سنوات لم يحدث حمل عندها نسداد في القنابيب عملت اشعة بالسبغة ومحصلش حمل عملت حقن المجهالي وفاشل طبعا بتقول انها بتبحث عن الامان في الفترة الجاية عشان تعمل حقن المجهالي وينجح لازم فيه ارتباط وثيق ما بين انسداد النبيب وفاشل الحقن المجهالي انسداد النبيب ده اولا اشعب السبغة احنا ما شفناش عشان نقول فيها انتفاخ وارتشاح وده لأ لان لو في انتفاخ وارتشاح بقى ده بيفسل ليه الحقن المجهالي ما نجحش على اساس ان السائل اللي جوه لقناة فالوب اللي هو نفخها ده او بخلاها منتفخة بيسقط جوه على الاجنة فبيفشل حقن المجهالي احنا مش عارفين انا بدي مزدودة بس لكن ما هيش منتفخة ولا هي منتفخة لو هي منتفخة يبقى لازم على طول تلجأ الجراحة بالمنظر لغلق قناوات فالوب لو كانت اللي اتنين او لو واحدة بس بتقفلها او بتفصلها وتبعد الطرفين عن بعض دي مهمة جدا وبعد كده بتستبدل اسباب الاخرى اللي بتؤدي الى فشل الحقن المجهالي احنا اتكلمنا عليها كتير خاصة بالبواردة او بالجانب او بالحقن المنوي او بالطنت الرحم وبعد كده بتسيب بقى الامور الاستشاري يكون متخصص ومتمكن من مهنته ويكون فصل قناوات فالوب لو فيها الارتشاح عشان يضيع السبب بتاع فشل الحقن المجهالي الجزء الاخر بقى تسيبه لربنا صحنا وتعالى طب اما كل الامور بس طبعا حكاية فصل الانبيبت برضو هل ما زالت الثقافة جاية تحمل تقولها هفصل لك الانبيب تصدق وتآمن ولا برضو بيعودوا يتجدلوا هم بيعودوا يتجدلوا بس مفيش حل تانى هدي جايدلان برضو دية التوجهات بعض الجامعات الاوروبية الخصوبة الوقت انه لازم ممكن نفصلها على فكرة وما نشلهاش نبدو عن بعض بس وفي جراحات بعد كلا لو حبت في يوم الايام ترجعت انا ممكن ترجع عادي بالمنظر برضو يعني بنعملها وفيه ساعات بنقفلها ونفتحها ونسيبها مكانها ما نفصلهاش بس الاحسن فصلها وبعد الطرفين عن بعض بالمنظر بلا شك ان كل حالة بتبقى وراها زي ما بقولوا اسبكت ومشكلة والحق المكياري عملية هندسية وتعامل تقنية فيه كثير جدا من الزكاء فيه كثير جدا من اشغال العقل فيه ثلاث يعني اخبار على الديلميل البريطانية احسروا انتباهي جدا اه ثلاث اخبار دولا انا هقولهم وهاخد رأي حضرتك فيكم برضو لانه فيه واحد منهم محتاج ان احنا نركز فيه اول خبر انه السيدات المصعبات ببيطانت الرحمة المهاجرة عرضة للاجهات اكثر من غيرهن للاجهات اكثر من غيرهن الديلميل البريطانية عملت دراسة على عدد كبير جدا طبعا اتعاملت الدراسة دي في اسكتلندا في ابردن في جامعة ابردن وقالت ان مرضى ببيطانت رحمة المهاجرة اكثر وقالوا انه لازم نهتم بهم بشكل كبير الخبر التاني برضو لديلميل قالت انه افراد في عمل السونار قد يضر بصحة الجنين الافراد في عمل السونار وديلميل قالت ان الرشادات الامريكية والبرطانية تنصح بان يتم اجراء الفحص بالاشعة بدءا من الاسبوع الاثناشر حتى الاسبوع العشرين لمراقبة نمو وقالت ان في دراسة قالت ان تلت الامهات بيدفعنا من اجل اجراء فحوصات زائدة بالاشعة للجنين وهذا غير المنضبط يعني بيكملوا الفحوصات اكثر من كده الدراسة الثالثة حتي اللي بيشربوا قهوة محبات القهوة ديلميل قالت انه شرب القهوة خلال الحمل بيعرض الطفل المولود للستة المدمنة على شرب القهوة ونقصد بكده اللي بيشربوا اكتر من فنجنين مش فنجنين اكتر منه دي مدمنة الطفل بتاعهم معرض للاصابة باللوكيميا اللوكيميا ده سبطان الدم فاثناء الحمل ما تشرب ليش قهوة اكتر من فنجنين التلت قهوة دول في يوم اتنين يخصوا العالم النساء بشكل مباشر اللي هو والسونار 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 على مجاح الحق المجهي ما حصلش الحمل اصلا وعلى حدوث الاجهاض طبعا ده خبر صح 100% ويجب التعامل وعشان كده بقوله التحضير الجيد لازم ما نبقى عايف الستة عندها بطالة تراحة مواجهة ولا لأ صار كان درجة اولى ولا تانية ولا تالتة ولا عربة واتعامل معها قبل مبدأ السايكل قبل مبدأ العلاج وقبل مختار البرتوكول هتعامل معها بقى ان انا هديها علاج معين قبل حق المجاهي تلت شهور او هديها حقا معينة قبل حق المجاهي تلت شهور او ان انا عملها عملية واشلها كياس شوكلت سيست او كياس دموية من المبايد قبل حق المجاهي مباشرة وابدأ بعدها مباشرة السايكل بعدها حق المجاهي لما بنعمل كده هوات بنقصر تأثير ايجابي على نسبة النجاح في حق المجاهي وتأثير ايجابي على استمرار الحمل بشكل طبيعي فبالتالي بنقلل الاجهاض وبنقلل عدم حدوث الحمل يعني بنزود نسبة حدوث الحمل وبنزود فرصة نبي بيكمل كويس السونار هل فعلا تكرره؟ والله انا موضوع السونار ده احنا بنعمل السونار تقريبا في الحمل كله كل شهر مرة السونار وبنعمل مارتين 3D او 4D في 12 اسبوع زي ما جايد لاينز قالت وعند من 18 الى 22 او 24 اسبوع فهو انا شايف ده مع عمورناش شفنا مشكلة من هذا الموضوع بره علشان مش كل العيادات فيها 4D او 3D بيعملوا فعلا السونار عند 12 اسبوع وبيكملوا بعد كده الساكن تريمستر سير تريمستر فعلا ما بيفلطوش بس احنا مشوفناش مشاكل من هذا الكلام الملحوظة الوحيدة وده انا رحستها شخصيا ان الدبلة لما بيجي تحط وانت بتعمل السونار بتلاقي البيبي بقى اكتف جدا في الحركة الدبلة مش السونار العادي فده معناه احنا بنعملش دبلة في الحمل الا مرة واحدة لو في التاسع عشان نطمن انه الدم واصل للجنين كويس سواء كان في المدل سيريبر القرطي في المخ او في الحبل السوري عشان تطمن ان الستيطيط تستنى الزيارة الجاية وهي بامان يعني فده مفوش مركبه اسعد تاني ونور تاني وطبعا تحياتي انا دائما بسعد بوجود معاك انت هنا بتنورنا في القاهرة وفي اسكندرية طبعا اكيد بنسعد جدا بان احنا يعني نواجهلك الدعوة كواحد من رموز هذا العالم طب العالم الاخصاب المساعد وعلاج الانجاب الاخر الانجاب في اسكندرية والقاهرة طبعا يعني ما شاء الله نشاط جيد جدا جدا ويبقى تأخر الانجاب ويبقى هذه المشاكل زي ما نقولنا مشاكل حيوية مهمة جدا تحتاج الى الكثير من التطقيق ضيف العزيز لسوس الدكتور عدى ابو الحسن واستشاري الحق المجاري واطفال نبيب وصاحب دكتور امراض النساء والتوليد والعقم عند الزوجين وزميل جامعة كيل المناظير والجرحات الميكروسكوبية بألمانية عدو الجامعية الامريكية للخصوبة والعقم كان في الدكتور خليكم دايما مع الدكتور هناك أشياء مرتبطة جدا بالقدرة الجنسية عند الرجل إذا الرجل أثر على أنه يتجاهلها ويتحداها تتأثر قدرته الجنسية بكل تأكيد أنت اللي عادت فترة طويلة عندك ضعف انتصاب فبالتالي عندك مشاكل في البيت فبالتالي بدلاً ما كانت المشكلة عضوية بس لأ بقت مشكلة عضوية ونفسية عندك وعند امراضك موسيقى 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 الجنبري والاستكوزة فبالتالي أهم من إحنا نحافظ على النسيج الكافي نحافظ على الشريان الزكاء إنه هما بدأوا يفكروا إزاي يعملوا انتصاب بنفس الطريقة الطبيعية اللي بيحصل بيانتصاب القلق والتوتر هيقودك إلى دكترة كتير قوي أهمهم وأولهم هيكون دكتور الزكور هو مريض الزكور ده مشكلته الأساسية مش في مستوى الزكور في الدم لأن مريض الزكور مشكلته الأساسية إن الخلايا بتاعته ما بيدخلهاش جلوكوز في طيبة مهترقة هرمون الزكورة هو المسؤول عن الرغبة اللي هي أصلاً اللي هو الشرارة اللي بيبتدي بيها الانتصاب إن إحنا لو زبطنا دوازد زبطنا السكر زبطنا الحاجات دي كلها مع إن إحنا بدأنا ندي الأدوية اللي هي بتتخذ يومية بحيث إن هي توسع الشرايين وتبدأ لا في نسبة إن هو يرجع بس يجي بدري ما يجيليش متأخر حرك نفسك وحرك عيلتك بلاش شو بعيلة قاعدين على الكراسي بلاش شو بقى الرياضة بتاعتكو هي البلاي ستيشن ترجمة نانسي قنقر